اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي تحمل معاني الخير والقوة والشجاعة وهو من اسماء الاولاد العربية المعروفة المعنى ولا يوجد تأويل حول هذا الاسم وقد اكد رجال الدين الاسلامي انه لا يوجد اي حرج في اطلاق اسم ناصر على الذكر المسلم فهو يحمل معاني طيبة وحسنة ولا يوجد في الاسم ما يهين صاحبه او يسيء للدين الاسلامي او المجتمع لذلك فهو من الاسماء التي يجوز التسمية به في الاسلام ما هي صفة من يحمل اسم ناصر ناصر شخصية رائعة فهو يتميز بالقوة والشجاعة والجرأة والاسرار فهو لا يحب الاستسلام او الخنوع فهو دائما يقف بجوار المظلوم كما انه يحمل الكثير من الصفات الطيبة والتي سنذكر منها الاهتي اولا من يحمل اسم ناصر يجب ان يكون شخصا مميزا يشار له دائما بالبنان ثانيا لا يرضى بالهزيمة فهو يحب دائما الظفر والانتصار والفوز ثالثا ناصر شخص ودود يمثل قلبا طيبا ويتميز برقة المشاعر وهدوء الطباع رابعا انسان كريم عطوف وهذه الصفات تجعل منه انسانا مميزا يحبه جميع من يعرفه خامسا شخص هادئ يحب دائما الاختلاء بنفسه ويعشق الجلوس في الاماكن الهادئة بعيدا عن الصخب والضوضاء سادسا انسان طموح يتميز بالجدية والاشهاد ويسعى دائما لتحقيق اماله وطموحاته سابعا واخيرا ناصر شخص خلوق ذو سيرة حسنة فهو لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو والذي تحدثنا فيها عن معنى اسم ناصر وصفات من يحمل هذا الاسم وايضا رأي الدين الاسلامي فيه شاركونا باسماء تودون الاستفسار عنها ونحن بدورنا سنقوم بالبحث والاجابة عليكم كنت معكم من امام المايك دمتم بكل الحب والخير والسعادة عزيزي المشاهد اذا كنت تشاهدنا لأول مرة فادعوك للاشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء